موسكو وبكين التان تسعيان الى الاتجاه نحو عالم متعدد الاقطاب بوجود تنصيق استراتيجي بينهما تنصيق يثير قلق واشنطن التي تحاول بسط هيمنتها على العالم ولذلك تحاول واشنطن التشويش على العلاقة الوطيضة بين بكين وموسكو وهذه المرة عبر مجلس الامن عن اية عزلة لروسيا يمكن لواشنطن الحديث عنها في ظل هذه العلاقة المتزايدة بين بكين وموسكو هذا ما صرحت به الصين بعد دهشتها مما طرحته الولايات المتحدة من اطغاث احلام بانها استطاعت اقناع بكين وعزل موسكو في مجلس الامن والامم المتحدة ولكن الحقيقة ان لموسكو وبكين رأيا واحدا في جميع المحافل الدولية وموقفا داعما للشعوب ورافضا للهيمنة جوي تشونيون رئيس دائرة اوروبا الشرقية واسيا الوسطى في الخارجية الصينية رد على البيان الصادر عن البيت الابيض الذي يزعم ان اقناع الصين بعزل روسيا كان اول نجاحات ترامب بالتأكيد ان العلاقات التي تربط صين وروسيا علاقات شراكة واعدة ومستمرة على جميع الصعود هذا الموقف من بكين رد قوي بل صفعة لواشنطن التي تحاول زرع اسفين في مسيرة العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والصين والتي تخدم قضايا الشعوب